أهلا وسهلا في بو أصدقائي في هذه الحلقة المميزة من حلقات قناة المرامل ريها بالحراني تمام؟ اليوم رح نحكي عن زيادة البث بالنسبة للأسياخ النهاس اللي نستخدمها وبالنسبة للبحث اللي نبحثه بأرض الواقع وأرض الميدان تمام؟ اليوم طبعا الخبر مش مشترك في القناة يشترك في القناة فاعل الجرس عشان نشوف الحلقات السابقة والحلقات الجاية ويستفيد أكثر من القناة ومن شغل القناة طبعا احنا عنا شغل كثير في القناة ولسه راح في عنا كل شي جديد وكل شي راح تشوفوا راح تنبسطوا منه وان شاء الله انه الأمور راح تكون تمام تمام طبعا اليوم احنا عنا الاسياخ اللي احنا بنعرفها تمام؟ عنا سيخين هذا سيخ وهذا سيخ تمام؟ سيخين السيخ الاول اللي هو السيخ الفراغ اللي نشتغل عليه اللي هو 40 سانتي ب10 سانتي طبعا هو 50 سانتي من نتعج منه 10 سانتي تمام؟ يعني كلها شغلتنا بسيطة جدا يعني لو جبنا مثلا سيخ ثاني هاي سيخ ثاني شوفوا كيف احنا بنطعج السيخ يا اخوان عشان يتبين معنا الامور بنوخذ مثلا العشرة سانتي فقط بنجيب هاي تمام؟ بنوخذ العشرة سانتي مثلا هي عشرة سانتي او خلينا نوخذها هيك هاي عشرة سانتي تمام؟ بنوخذ هاي العشرة سانتي وبس بنعملها بهاي الطريقة هاي صارت عنا مقبض دقيقة صار عنا مقبض شوف الشغل بسيطة جدا مش صعبة تمام ولا فيها اي صعوبة طيب عندنا سيخيين طبعا واحد خمسين سانتي كامل بنطعج منه عشرة سانتي ماشي للمقبض لمسكة اليد تمام؟ ضروري زدا السيخ الثاني اللي عنا حكينا عنه احنا كثير من المباشرة في الحلقات السابقة تمام؟ 40 سانتي لهو سيخ المعدن بنطعج منه عشرة سانتي اللي هو المقبض عشان المسكت اليد طبعادم مسكت اليد يا اخوان هي بهاي الطريقة تمام؟ نطعج ايدنا هيك ونحط ايدنا هيك طبعا السيخ بظل متحرك وبظل في معاها مجال انه يتحرك اذا زي ما حكينا افوان حكينا عنا الاطوال اللي هي 50 سانتي منطعج منه 10 سانتي وعننا 40 سانتي منطعج منه 10 سانتي يعني السيخين سيخ معدن وسيخ فراغ اليوم عشان اقوي البرت عشان اشتغل على الامور اللي ممكن انه خلينا نحكي تفيدنا فيها في الميدان وفي البحث عن معدن الذهب تمام كنت استعمل هاي في تطعيم الكوارتز تمام خليكم معايا خلينا جيب قطط الكوارتز ونهاي قطط الكوارتز اللي احنا منستخدمها للتطعيم تمام يعني نسبة كوارتز عالية في هذا الحجر تمام فاحنا ايش نسوي بنبرد الكوارتز بهذه الطريقة تمام نبعد الابراد نبرد الكوارتز بهذه الطريقة نجمعه تمام هذا هو عبارة عن الكوارتز هاي نجمع الكوارتز بهذه الطريقة ونحطه داخل القطع الحديد تمام ندخله هون هذا بالنسبة للي تحت الأرض يعني الشغل اللي تحت الأرض تمام ندخل داخل السيخ بهاي الطريقة من بوز السيخ تمام ونلفه بالتاب أو بنلفه بالأمور هاي لكن نخلي شوية هيك نحاس من هون على أساس أنه يكون تمام هذا نستخدمه تحت الأرض في المغر أو في السرديب أو الاخره تمام هيك طريقة تطعيم لكوارتز تمام طيب اليوم احنا رح نشتغل على شغلة مهمة جدا تمام اللي هي تقوية تقوية البث خلينا نحكي إحنا بلنا القوي البث طبعا رح نشرحه هسا على على الدفتر أو على القلم والورقة عشان كمان تفهموا السلافة طبعا الشغلات بسيطة جدا يعني بتلاقوها في البيت بتلاقوها في أي مكان يخوان ماشي في أي مكان يعني بس تمشوا هيك بتلاقوها تمام عنا اللي هو سيلك الانتين اللي هو سيلك سترايك تمام نستخدم زي ما احنا شايفين طبعا الشغلة بسيطة جدا يعني ما بدها أي تعقيد ماشي بنواخد السيلك من الداخل طبعا في عنا القطعة هاي 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 زي ما انتو شايفينها هاي هي هاي مهمة جدا بدنا اياها تمام وعنا القطعة الداخلية اللي داخل اللي هو سيلك نحاس الداخل هذا سيلك نحاس كثير مهم لانه النوع النحاس هذا يخوان بسحب التردد يعني يعني ما بحطوا بهذا السيلك غير انه بسحب التردد ماشي وبواخذ الاشارة اقوى من الاسلاك النحاس الثانية اذا زي ما احنا شايفين بنفضي السيلك من هاد بنطلع السيلك من هاد وبنواخد القطعة اللي هي القصدير طبعا هذا القصدير يخوان ماشي هو نحاس مخلوط مخلوط ما بين النحاس الورق هذا اللي انتو شايفينه خلينا نواخد هاي الورقة الورق هذا اللي انتو شايفينه هو مخلوط ما بين النحاس والقصدير مع بعض عشان تقوية الاشارة بالنسبة للسيلك طيب نستخدم المقص بنا مقص وبيتنا اللي هي القطعة كل بعرفها ادوات موجودة في كل بيت في كل مكان في كل في اي اشي ممكن في اي مكان يعني ممكن تلاقوه عندكم في البيت بتلاقوه عند الجيران بتلاقوه وما بدكو تمام موجودة في كل مكان هو عبارة عن السيلك فقط مثلها طيب عشان نبلش نشتغل الان راح نبلش على سيخ الفراغ بالبداية طبعا احنا راح راح نعطي على السيخين ماشي ليش احنا منعطي على السيخين ليش مش على السيخ واحد مثلا سيخ المعدن فقط لغير لان احنا في في حالة الفحص لما بكون السيخين قريبات من بعض يا اخوان تمام زي ما احنا شايفين بكونوا السيخين قريبات من بعض بكون هذا الهالة والهالة مع بعض يعني بكونوا هذول اثنين هالة واحدة يعني اثنين بيشتغلوا على المعدن اذا اثنين بنا نقوي خلينا نحكي التردد تبعهم والامور تبعتهم طيب راح نجيب القطعة طمعا اللي احنا حكينا عنها هناخ ماشي تمام القطعة بسيطة جدا بنجيب لزيق شفاف او تيف او اللي بدكو اياه لكن انا بفضل اللزيق الشفاف لانه بعطيني انه ما بيبين على الاسياخ تمام بنوفر قطعة منه قطعة صغيرة تمام بنحطها على هاي القطعة مثل هاي الطريقة بنحطها على هاي القطعة زي هيك تمام تمام ما راح اطول الفيديو ان شاء الله مش راح اطول الفيديو كثير طيب لايش راح نستخدم هاد راح نستخدمه للمقبض راح نستخدمه للمقبض لان بنوخذه بهذا الشكل تمام هذا مش تطعيم يا اخوان هاي تقوية اشارة هاي مش تطعيم يا اخوان تقوية اشارة فقط لا غير مش تطعيم يعني احنا بنستخدم المواد اللي فيها انحاس فقط لا غير تمام بهاي الطريقة عشان اقويل اشارة وعشان اعرف ايش الوضع تبعي بالظلط تمام وصلنا لهون تعال همودي امشك من هون امشك هاي بس تمام نقطع نفس العملية اللي سويناها بالبداية نعملها هون كمان عشان تزبط الامور بهاي الطريقة بليدك عشان نظلها ثابتة هاي ما تتحرك جدا مهمة هاي اخوان لانه بالتقوية الاشارة من المقبض لانه احنا ما نستعمل كثير المقبض ماشي نستعملوه في تقوية الاشارة لكن احنا بدنا نقوي الاشارة بهذا الشكل كم احنا شايفين طبعا هذا وجود نحاس داخله مهم جدا هاي كنا هيك يعني بضاعف بضاعف الحساسية تبعت الاسياخ يعني بضاعف الحساسية تبعت الاسياخ يعني بضاعف الحساسية تبعت الاسياخ عشان اوصل الاشارة اكثر واكثر يا اخوان طبعا نفس العملية للمقبض الثاني تمام بهاي الطريقة اخرى اذن صار عندنا مقبضين يا اخوان تمام تقوية الاشارة في المقبضين هذولا هيا زي ما احنا شايفينهم تمام تقوية الاشارة في المقبضين طيب الآن الان الشغلة المهمة اللي اهم من هاي الشغلة اللي هي شغلة المقابض اللي هي اهم منها اللي هو تقوية الاشارة ماشي طبعا اي واحد يكنت şekilde بيニسي العظيم اي مش الاشي العظيم يا اخوان تمام أي واع أي شخص بقدر يسوي هاي اللي إحنا قاعدين هسا بنسوي تمام تقوية الإشارة هو عبارة عن ملف زيادة على نفس السيخ يعني بدي أعمل ملف على نفس السيخ تمام بهاي الطريقة طبعا من نص السيخ ماشي بهاي الطريقة أخذت بداية تمام إذا أبلش ألف دقيقة نحط موسيقى على الفيديو بس قطننا تمام وببلش ألف على أقل من مهلي تمام لفات بجانب بعضها دقيقة نحط له اللزيق من هون عشان يسكر تسكيره كامل تمام لها رح نكمل شغلنا طبعا مع لفة السيخ زي ما احنا شايفين هسا أنا بلف بالسيخ نفسه تقوية إشارة فقط لا غير طبعا نحاول إنه السيليك يكون نحاول إنه السيليك يكون يعني متقارب خلينا نحكي متقارب اللفات عشان تزبط معنا الإشارة تكون صحيحة مليون بالمية طبعا لا نوصل لها المنطقة هاي تقريبا يعني العشرة سنتي قمسة عشر سنتي تقريبا بس تمام بهاي الطريقة تمام وصلنا لها النتيجة هاي اللي هي المسافة اللي حكيت لك عنها طبعا يعني منقدر لكنا نتحكم في المكان اللي موجود فيه تمام الآن الطرف الأخير بنسكر عليه تمام ومش بتضرورة حطوله لزيق ولا حطوله إشي الآن الطرف هذا يا أخوان طرف هذا تمام الآن أنا بدي ألقط الإشارة بكل الأحوال بكل الطرق تمام أي إشارة بدي ألقطها بكل الأحوال تمام الآن رح أخذ النهاية تبعته رح أكبر اللفة تمام كبرت اللفة تبعته الآن رح أخلي بس البوز تبع الإشارة هذا هو فقط هاي تقويت الإشارة بالنسبة لسيخ للنحاس تمام آخر شي رح أحط عليه لزيق عشان ما يضلوا يتحرك تمام الزهاز اللي بستخدموه اللي حقه 13 ألف و 14 ألف عبارة عن ملف نحاس يا أخوان تمام عبارة عن ملف نحاس فقط لا غير عملت له زي الـ خلينا نحكي أو الأنتين تمام هو عبارة عن ملف نحاس تردد الإشارة الأقوى يعني بلحق تردد الإشارة الأقوى بدل ما أنا أظني وراء التردد البسيط ماشي وممكن أنه التردد ما يشتغل معي بالطريقة الصحيحة الآن بشتغل على التردد الأقوى تمام رح نشتغل الثاني بنفس العملية نفس العملية اللي اشتغلناها بالبداية رح نشتغلها تردد فقط يعني أني أسحب أقدر أسحب التردد بالشكل الصحيح هذا هو المطلوب يا أخوان تمام أقدر أسحب بس فقط التردد ما بدي أي شي ثاني لا بدي أطعمه أدور فراظ ولا أطعمه بأي شي أني أقدر يعني أني أقدر ألحق شغله ماشي فخار وما فخار وقصة السواليف فاضية صراحة تمام يعني أنا بدي تردد الذهب تردد الذهب هو الأجهزة يعني كل الأحوال الأجهزة الموجودة كلها عبارة عن ملفات حاس تمام تمام نشتغل العملية الثانية تردد الذهب تردد الذهب اليوم سأتحدث عن المباشر سأتحدث عن المباشر بالنسبة ل السيخ هذا ما نفعله بالعملية سأتحدث عن المباشر الساعة 11 أو الساعة 8 سأتحدث عن المباشر سأتحدث عن المباشر سأتحدث عن المباشر الساعة بسيطة لا يوجد أي تعقيد نحن نحب التعقيد نحن نحب التعقيد نحن نحب التعقيد نحن نحب البساطة الآن استخدمنا المقابض حتى نظل حرة الحركة حتى نظل الحركة بسيطة جدا تمام لا أضع المقبض لا أضع المقبض لا يوجد مشاكل تمام يمكن أن نقوم بعمل المقبض عادي لكن يظل حر الحركة معي السيخ يظل أن يأخذ الإشارة ويرقى الإشارة ويروح باتجاه الإشارة إذن يوجد منه سيخين سيخين انحاس تقوية إشارة شيء بسيط جدا لا يوجد تعقيد ولا أي من هذه الأمور فقط استخدمنا الأشياء الموجودة هذا السيخ حقه دينار السيخ الثنين مع بعض حقه دينار فقط لغير وهاي تقدروا تقطعوا لكم مترين من الساتيلايت ويزعل منكم الحج والحجة تزعل منكم وتقدروا تقطعوا لكم مترين وتفضوا وتأخذوا الإنحاسات وتأخذوا القصدير هذا ماشي اللي هو بعطيه إشارة طبعا لو لم تضعوا القصدير هنا انتم خرص أخذتوا تحديد الإشارة أو طريقة خلينا نحكي الجذب الإشارة بالطريقة الصحيحة طيب خليكم طبعا نحن نتكلمنا هسا عن الأسياخ وعن شغل الأسياخ تمام حكينا كيف الطريقة اللي بنشتغل فيها أو أن نأخذ التردد التباح طيب الآن شو قصة الأسياخ هاي شو قصتها وليش نحن نستخدمها الآن نحكينا أنه في عنا نقطة صفر نقطة صفر موجودة الآن تردد نقطة الصفر بهذا الشكل تمام تردد النقطة بهذا الشكل إذن نأخذ التردد بالنسبة للمعدن نحن نحكي الهالات اللي موجودة أنا موجود مثلا في المكان هذا معي الأسياخ تمام الأسياخ بدل ما تتجه بهذا الاتجاه ماشي ممكن يكون في نقطة بسيطة هون قريبة مني ماشي لكن في نقطة قوية موجودة في المكان هذا عشان ما يتوديني للنقطة هاي عشان ما أروح للنقطة هاي ماشي لأنها أقرب من عندي من النقطة هاي راح يصير في عندي توجيه ثاني للأسياخ بالاتجاه النقطة الأكبر عن طريق إنه فقط طعمنا الأسياخ أو لحطنا لهم ملفات تمام بالإضافة إلى البوز تباحة زي ما احنا شايفينه ماشي فقط لغير يعني وظيفة هاي الشغلة فقط إنه يكون عندي مثلا هدف بسيط وهدف أكبر ماشي بقطعة أرض خلينا نحكي كلية على بعضها ماشي زي هيك مثلا أنا موجود في النقطة هاي نقطة البسيطة هاي عندي معدن هون جنبي معدن بسيط تمام وعندي معدن بعيد عني هون في دنوم مثلا بعيد عني هون لكن الهالات مش قاعدة توصل للنقطة هاي الهالات النقطة الثانية هاي أقرب إنها توصل إلي تمام لأنا شو بعمل بعمل بدل ما أروح لهذا الاتجاه هذا تمام إلا إذا كنت فوق الهدف طبعا فوق الهدف بختلف عشان ما أروح له هاي أروح للأكبر ماشي عشان يكون شغلك محرز يعني خلينا نحكي ماشي بروح بالاتجاه الثاني اللي حكينا عنه هون اللي هو انتجاه الهالة الأكبر ماشي اللي بتوصلني للنتيجة الأحسن تمام الآن الزكزاق الزكزاق ما رح يختلف معانا يا أخوان بالنسبة لهذول الأسياق اللي طعمناهم ماشي ما رح يختلف معانا نهائيا ويس الإشي الوحيد اللي رح يختلف معانا إنه الزكزاق رح يصير أسرع يعني يعني عندي نقطة صفر هون موجودة وعندي هذا الزكزاق اللي احنا بنحكي عنه كل مرة الآن عشان أجي من هاي النقطة لأول زكزاق عشان أجي من هاي النقطة لأول زكزاق ممكن تأخذ معي وقت وقت أكثر من لما أطعم السيخ بهذه الطريقة فهيك ما رح توقل معي يعني رح يتمسك الإشارة بشكل أسرع يعني لو كانت في هالي هون أضعف وضعيفة شوية رح تمسك معاي أسرع تمام يعني وصلت هذا الزكزاق يعني تعطيني شوية دقة خلينا نحكي ماشي لكن وصلت هذا الزكزاق رح يعطيني هذا الزكزاق بشكل أسرع تحديد نقطة الصفر اللي هي أهم إشي في شغلنا كلياته تحديد نقطة الصفر اللي هو اللي احنا بدنا esa ماشي، رح يكون تحديد نقطة الصفر والتربيعة تبعت للسياخ أسرع يعني رح تكون أدقة لنا نحكي كويس؟ الشغلة بسيطة يخوان الشغلة بسيطة يعني يعني ما يعني ما فيش هالغلبة أشياء بسيطة جدا ممكن نستخدمها في كل مكان ما في داعي أروح أجيب شغلات كثير 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 وعجق السيخ هيك السيخ الساتو خفيف فيش وزن في السيخ ماشي ممكن الواحد يقدر يمسك السيخ بأي طريقة تمام يعني بكل سهولة هاي حطنا احنا المقبض هنا بس احنا عادي بدون المقبض أو بالمقبض تمام نبه هاي الطريقة يا أخوان سكر هيك طلعوا هيك هاي تسكيرت السيخ وهي هذا الاصبع هيك خلي ما تخلوش هيك لأنه ممكن يزايق معاكو أثناء الفحص تمام بهاي الطريقة وبسكر الاصبع هذا هيك عندي حرية السيخ طلعا بدون المقبض خلينا نحكي تمام بهاي الطريقة سكرت عليه لسا تحر التصرف السيخ يعني الإشارة اللي بدأ أخذها من السيخ يعني على سبيل المثال يا أخوان أنا معاش طوت عليكم في الفيديو لكن مهم جدا الموضوع على سبيل المثال اللي بيستخدموا المقابض خلينا نشوف شغله إخوان تمام الآن يا سيخ يا سيخ يتجه له شمال تمام حركة بسيطة إخوان طلعوا طبعا هون عشان إحنا حشرينها في هاي تمام خليكم تمام إخوان يعني رجعنا شهدنا هاي عشان نشوف هالتجربة هاي خطينا المقبض بغض النظر طبعا هذا مقبض عادي يعني إحنا بنستخدمه في التطعيم لما بنحطه من الأماء ماشي نحطه هون حمسك السيخ يا سيخنا يا سيخنا يا حبيبنا روح لجهة الشمال لأن حركة بسيطة طلعوا يعني اللي بيجي عليكم الفحيص اللي بيجي عليكم تمام تأكدوا دائما من حركة إيدو يعني لا تتطلعوا لما بيجيكم فحيص يا أخوان ضروري على مسكة الإيد أو حركة الإيد يعني اتركوا السيخ وين ما بدوا قولك بيأشر ماشي انسوا واتطلعوا على حركة إيدو إذا كان في إيدو فيه اهتزاز يا أخوان ماشي اعرفوا أنه مش فحيص اعرفوا أنه هذا الزلمة مش مظبوط جيكو يتخوث وجيكو يتهبل ماشي ما بزبوطش طيب خلينا نمسك السيخ نفس مسكلة نمسكها ماشي خلينا نثبت السيخ بس راح نقول له يا سيخنا يا سيخنا يا حبيبنا يا حبيبنا روح باتجاه اليمين طبعا طلعوا يا أخوان حركة يعني يعني غير ملاحظة الآن السيخ بتجاه باتجاه اليمين تمام هاي تجاه باتجاه اليمين لكن إيدي ثابته ماشي لكن تجاه باتجاه اليمين طيب يا سيخنا يا حبيبنا يا قلبنا روح باتجاه الشمال تمام حركة بسيطة يا أخوان طلعوا يعني يدوب يعني يدوب أنا بحرك إيدي ماشي بروح باتجاه الشمال انتبهوا على حركة إيد الفحيس ضروري انتبهوا على حركة إيد الفحيس لما يجي فحصلكو في السيخ مهم جدا يا أخوان عشان نعرف الفحيس الصح من المش صح اللي بيمسك في المقابض لازم إيلو تكون ثابته على 90 درجة ما تتحرك نهائي لكن السيخ بيكون حساس أكثر يعني بهالطريقة هاي بيكون حساس أكثر ماشي الضروري تكون إيدو ثابته مثل ما سكتنا للسيخ الطبيعية هاي إيدنا ثابته مظنة ماشيين إذن السيخ اللي بعطيني الإشارة السيخ اللي بعطيني إيش اللي بديو إياه مش أنا بحكي للسيخ شو يسوي ماشي يعني مش بقول للسيخ روح على اليمين بتلاقوه إيدو إيدو بتتحرك الفحيس نفسه استنوا شوي تمام خلينا نثبت مثلا يا سيخ نروح على اليمين إيدو بتتحرك بس لو حركة بسيطة أنتو ما بتلاحظها ماشي لكن هذا هو بيسموه العقل الباطن وما العقل الباطن لا ومش عقل الباطن هاي عصاب يا أخوان حركة حركة الإيد والأمور هاي هاي عصاب فقط لا غير ماشي مجرد ما مسك السيخ اعرفوا أنه ثبات إيدو ثبات إيدو الفحيس الصح يا أخوان بستعملش مقبض تمام فحيس الصح بستعملش مقبض عشان ما يكون في حساسية للسيخ عشان السيخ لما يأخذ التردد ماشي يكون فيه فرص فيه قوة يعني فيه إشي بيجذب السيخ أو بضرب السيخ عشان يتحرك ماشي فبستخدم الأسيخ على طول بهذه الطريقة ماشي وبمشي فيها وما عنده أي مشاكل في أمور السيخ إنه السيخ هو اللي بيحكي له وين يروح ماشي إحنا ليش بيستخدم السيخ مش عشان يورجينا وين الذهب وين الأمور هاي طيب لما أنا جاق ودحرك السيخ وقل له روح على اليمين وروح على اليسار ومش عارف إيش وإذا فيه جني في المنطقة الفلانية يروح عليه تمام إذن بطلك الشغلة إنه السيخ هو اللي بيدله صار أنا اللي بيدله السيخ وهذا لا يجوز في فحص الأسياخ أو في عالم فحص الأسياخ تمام لا يجوز لأنه هاي الطريقة راح يكون في عنا غش ماشي ومن غشنا فليس منها وما بصير إنه نغش بني آدم لأنه صراحة إذا بدنا نروح على موقع أو بدنا نطلع على الميدان يا أخوان وبدنا نستخدم الأسياخ ماشي نستخدم طريقة الشغل بالأسياخ لازم نعطي الصح لأنه إذا بدنا طبعا زي سيخ الكباب صارت بينيه لنطلع على النار تمام لازم أعطي الصح الصح لأنه راح يشتغل من وراه كلامي ماشي وحرام إني آجي أقول له اشتغل وعلى إشي فاضي أو إشي مش موجود هذا ما لا يجوز الكلام يا أخوان حرام وما بصير تمام إذن اليوم استخدامنا إشي بسيطة أخوان أسياخ حقهم دينار هذول هم أسياخ طبعا أخوان حقهم دينار فقط لغير ماشي أطوال الأسياخ طبعا تلخيص للحلقة أطوال الأسياخ اللي موجودة اللي هي خمسين سانتي كامل بنطعج منه عشرة سانتي وشفنا الطريقة في بداية الفيديو كيف طعجنا العشرة سانتي تمام هاي هيك مثلا بنطعج منها مثلا كمان مثلا عشرة سانتي على سبيل المثال بنحط هذا هيك بهالطريقة هاي بس بنعمل فيه نطعج عنا بزاوية قائمة ماشي بنقدر نعرف كيف الطعج طبعا وإلى آخره ماشي عنا سيخ الثاني سيخ المعدن اللي هو أربعين سانتي كامل ماشي عندي أربعين سانتي كامل بنطعج منه عشرة سانتي بصير عندي ثلاثين بعشرة وهذا بصير عندي أربعين بعشرة تمام هذولا حقهم دينار من أي مكان تشترهم يا أخوان من محلات مواد البناء أو المحلات اللي حالقة بتصليح الرديترات تبعا السيارة اللي هي اللي هو مبرد السيارة تمام عشان ما بعشرة رديتر مبرد السيارة بتروحوا على هذلك بتقولوا له عطونا عطينا متر بقية دينار يعني مجلس دينار وربحان فيه تمام يعني دينار والزلمة ربحان فيه القطعة اللي منستخدمها للتطعيم داخل السرديب وداخل المغر اللي هي هاي القطعة يا أخوان بسيطة جدا بنجيب حجر الكوارتز بنحفه داخل القطعة ماشي ونحط فيها السيخ بالطريقة اللي شفناها اللي هو هيك طبعا على البوز مش هون لكن أنا حطيت هذول ماشي بنحط فيها السيخ بهذه الطريقة ماشي ونسكرها من هنا ونسكرها من هنا ونستخدمها داخل المغر داخل السرديب عشان يكون أنه هالة الكوارتز الموجودة ما تبين معنا بالفحص لأنه احنا داخل حجار الكوارتز فما بزبط إلا أنها طعم بالكوارتز زي ما انتم شايفين الكوارتز كيف بيكون مشع هاي الطريقة هلين نركز الفيديو شوي طريقة طلعوا كيف مشع يا أخوان هاد على الأجهزة بيبين ذهب تمام هاد على الأجهزة بيبين ذهب لكن سيخنهاس ما بيجيبه نهائي يعني ولا بيعد عنه كأنه حجر عادي طالعوا دقيقة هذا هو حجر الكوارتز طبعا معدة أنواع منه أنا ورجلتك مرة المباشر أنواع الكوارتز الموجودة تمام في الطبيعة عندي كثير منها موجود جوا إشي بسيط جدا يا أخوان طلعوا طلعوا اللمعة هاي هاي اللمعة هي عبارة عن ذرات الذهب اللي غير اللي غير مرئية كمام لكن الجهاز بلقطها بيجيبها كأنها ذهب مية بالمية طبعا كل اللي عدي اللي هكينا لكم عنها اللي هي هاي بتلاقوا هاي تضعوا الحجية واتقولوا لها ما نقطع من الهاي بجوز ما يوصلش للتلفزيون أو للرسيفر تضعوا منكم الحجية هو عبارة عن سلك نستخدمه هذا هو عبارة عن سلكين حقهم دينار كل شغلتنا هنا لا تتعدى الدينارين يا أخوان مولا ما بتتعدى الدينارين تمام هاي الشغلات بتلاقوها عندكم في البيت ما قص مش عارف إيش لزيق شفاف هاي طبعا الولاد عندي أنا خدتوا من عند الولاد وبسوو فيه قاعد يا أخوان شايفين هاي كل العدة المطلوبة منكم طبعا شكرا لكم المتابعة وإن شاء الله أنكم استفدتم من هذا الفيديو وإن شاء الله في فيديوهات ثانية وفي أمور ثانية إن شاء الله رح تستفيدوا أكثر وأكثر اللي مش مشترك في القناة يشترك في القناة يفعل الجرس لا تنسونا من اللايكات لا هيك أحسن عشان الفيديو هيك لا تنسونا من اللايكات يا أخوان بدنا نوصل هذا الفيديو لعشر تلاف لايك ونوصله لأبعد ما كان في كوكب الكرة الأرضية شكرا جزيلا للمتابعة